في الفيديو ده هنتكلم عن مثال من مونمرات الكربوهايدروت وهو جزئي الجلوكوز وإيه هي العناصر اللي بتتكون منها الكربوهايدروت برضو هنتكلم عن الطرق المختلفة لتمثيل الصياغ البنائية من الصياغ الكيميائية أو الجزائية واللي بنقدر من خلالها نفرق ما بين الجزائيات الحيوية في الفيديو برضو هنتكلم عن أهم مونمر في الليبيدات وهو الأحماض الدهنية وهنذكر طريق التمثيل الأحماض الدهنية من خلال الهياكل الكربونية اللي موجودة فيها خلينا نبدأ الأول بالكربوهايدريت مونمرات الكربوهايدريت أو الكربوهايدروت من أهمهم جزئي الجلوكوز وجزئي الجلوكوز طبعا مهم جدا في التنفس الخلوي وده ان شاء الله هناخده بالتفصيل في سنة تانية لكن اللي بيهمنا هنا ان جزئي الجلوكوز هو عبارة عن مجموعة من ذرات الكربون والهايدروجين والأكسوجين زي ما قلنا قادي أكسوجين قادي هيدروجين وكل الأطراف دي كده دول كربو طبعا طبيقة الكربوهايدروت وتصنفها ان شاء الله هنتكلم عليه بتفصيل أكتر في الفيديوهات الجاية هنشرح دلوقتي على الجلوكوز طرق تمثيل الصيغة البنائية من الصيغة الكيميائية أو الجزئية للجلوكوز طبعا الجلوكوز هو C6H12O6 ده اسمه الصيغة الكيميائية أو الصيغة الجزئية ولو احنا لما هنيجي ندخل في الكربوهايدروت هنلاقي ان الصيغة الكيميائية أو الجزئية دي بتتشابه في عدد كبير من جزئيات السكر فده طبعا ما بيقدرش يخلينا نعرف نفرق ما بين جزئيات السكر فلازم ان احنا نعمل حاجة اسمها الصيغة البنائية ان احنا نرسمه ببعض الاشكال عشان نعرف المركب ده عبر عن ايه دي هي بقى الصيغة البنائية في طريقة يعني احنا بنستخدمها دايما وهي كتابة الرموز والتوصيل ما بينها بخطوط زي ما احنا شايفين ادي دي رموز ادي ده الكربون ادي ده كربون ودي ده كربون ودي ده هيدروجين مصلا ما بين ده بخط كربون ما بين ده كربون وكربون دي بخط فزي ما احنا عارفين طبعا ان الـ H هو الرمز الكيميائي للهايدروجين هنا اهو والـ O هو الرمز الكيميائي للأكسوجين والـ C هو الرمز الكيميائي للكربو طبعا لما بنوصل بينهم بنعمل الصيغة البنائية للجلوكوز فيه حاجة عايزين نقولها برضو هنا عشان بس ما يحصلش يعني لغبطة في موضوع الجلوكوز ده ان ساعات بنلاقي الجلوكوز مش شكله كده شكله كده ستريت يعني خلاص لأ دي حاجة اسمها الشكل الحلقي للجلوكوز ده اسمه الشكل الحلقي وزي ما احنا قلنا الخطوط دي بتمثل الروابط ما بين الذرات او العناصر فيه طريقة تانية بنقدر من خلالها نمثل المركبات الكيميائية ودي منسميها البولز and ستيكس يعني ايه بولز and ستيكس ستيكس دي يعني دي عصايا او ستيكس خلاص ودي بول يعني كورة او كور يعني في كورة موجودة وزي عصيان ما بينهم يعني يبقى دي اسمها البولز and ستيكس ريبريزنتيشن بنستبدل الذرات بالكور وبنستبدل الروابط اللي هي الخطوط اللي بنعملها في الجزء التاني ده اللي احنا شايفينه هنا بنستبدلها بزي بعصيان كده طبعا احنا للتسهيل في كل الرسومات بتاعتنا الرسومات التوضيحية بتاعتنا الكربون بيبقى لونه بالاسود والهايدروجين بيبقى لونه بالازرق والاكسجين بيبقى لونه بالاحمر خلينا ناخد جزء كده نشرح عليه يعني خلينا ناخد حتى الجزء ده كده احنا لو جينا شفنا هنا بس نجيب الرابر هنا هنيجي هنا ده سي اهو شايفين هنا ده سي ماشي والتو اتش تقول لهم اتش ودي اتش اهو والو اتش دي ادي الاو ودي الاتش خلينا بقى ناخد زيها كده الناحية التانية اهي زي ما احنا شايفين هنا اهي ادي الكربون اهي ودي الهايدروجين الاولى ودي الهايدروجين التانية ودي الاكسجين ودي الهايدروجين فدي بتعتبر يعني طرق مهمة عشان نمثل بيها المركبات الكيميائية واحنا حبينا نذكرها لان هنلاقي في بعض اسئلة الامتحانات هنلاقيه دايما جايب لنا اشكال كده فاحنا حابين نبقى فاهمين الموضوع ده كويس خلينا نروح للبيدات احنا جايبين هنا حاجة اسمها الاحماض الدهنية يعني ده احماض دهنية وده احماض دهنية فاتي اسدس فاتي اسدس احماض دهنية ايه دي برضو ده احماض دهنية فاتي اسدس الاحماض الدهنية برضو بتتكون من اكسجين وهايدروجين وكاربون زي الكربوهيدري بس في حاجة كده عايزين نشرحها برضو هتفدنا شكل تالت كده ساعد بنمثل بيه الصياغ البنائية للمركبات او للجزيئات بيه هنا ده الهيكل الكربوني يعني شايفين اللي سود ده كده حاجات دي جماعة مهمة للفهم بعد كده يعني دي الهيكل الكربونية يعني دي الحاجات السودة دي ده هو عامل كأن ده باكبون من الكربون وعليه موجود بقى الاكسجين وهايدروجين وغيره فده زي ما احنا شايفين ده قريب لموضوع البولز اند ستيكس لان دي في الاخر دي بول يعني دي بولز دي كور لكن ده ما اعتبرش ستيكس واضحة هي دي عبارة عن الهيكل الكربوني الهيكل الكربوني ده حط فوقي البولز بتاعة العناصر التانية اللي هي هنا الاكسجين وده الهايدروجين كلمة باكبون بتدل ان ذرات الكربون بالنسبة للمركب بتشبه العمود الفقري بالنسبة لانساني يعني شايفين انا دي ذرات الكربون بالنسبة للمركب ده زي العمود الفقري بالنسبة لانسان فالانسان بيبقى سبورت على العمود الفقري فهو ده زيه كده زي ما تقولي انا الباكبون ده تعلل كاربون شينز كاربون شين واحدة يعني ايه سلسلة الكربونات دي ايه اللي ايه تثبت عليها بقية العناصر التانية طيب خلينا نشوف الفرق ما بين المركبين دول عشان برضو نكون فهمنا الموضوع كويس يعني هنا ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر وستاشر يعني ده فيه ستاشر ذرة كربون ده طبعا مركب تاني لان ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نجابين دي بس هنا للتبسيط يعني دول ستة ذرات كربون ودول ستاشر ذرة كربون ده النوع التاني من الجزائيات البالوجية الكبيرة اللي هو اللي بدات واللي بتكون فيه الاحماض الدهنية اهم منمرات فيه